وأنه التاريخ ما بيسكوتش لأنه كل هذه الصور سيراها الأجيال الصغيرة والأجيال المتعاقبة لتعرف أن مرسي قد خطل على يد العسكر وبمعاونة من؟ بمعاونة كما ذكر ابنه في تغريدة له قال أنه هؤلاء قتلوا الرئيس محمد مرسي مين قتل الرئيس محمد مرسي؟ السيسي قاد الإنقلاب صدق صبحي وزير الدفاع السابق محمد أحمد زكي الخائن الأكبر التاني محمد حجازي رئيس المخابرة الأركان ممدوح شاهين عباس كامل أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق أحمد صبر القاضي شيرين فهمي شعمان الشامي نبيل صادق النائب العام محمود السيسي مخابرات العامة عصام سيام محمود توفيق وزير الدخلية الحالي معهم واحد زي اللي هيظهر على الشاشة ده اللي هو وزير الأواف ومعهم زمرة أو ثلة من الصحفيين والإعلاميين الذين حرّضوا على قتل هؤلاء قتلوا الرئيس وقتله ورأي أنا صمتنا وعجزنا ومجاراتنا للذين أرادوا النيل منه حيا وأرادوا النيل منه ميتا